بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم هزاع إبراهيم المنصوري المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة وذلك للتحدث عن آخر مستجدات الوضع الوبائي وتحديدا فيما يتعلق في قطاع التعليم السيدات والسادة نستعد جميعا هذه الأثناء لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 مطلع الأسبوع المقبل وسيلتحق ما يزيد عن مليون طالب و65 ألف من الكوادر التعليمية لإكمال مسيرتهم التعليمية بعد أن أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين عودة آمنة لطلبتنا ولكوادرنا العاملة في المشاءات التعليمية وفي هذا المقام نتقدم بشكل جزيل لقيادتنا الرشيدة على تسخيرهم كافة الإمكانيات من أجل تأمين سلامة الطلبة والكوادر العاملة في المشاءات التعليمية ولمتابعتهم الحثيثة حرصا منهم على استئناف المسيرة التعليمية في الدولة بكل ثقة واقتدار وذلك بالتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية في الدولة السيدات والسادة وحفاظا على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل تم تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المشاءات التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 بما يضمن الحفاظ على ما حققته دولتنا من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19 يشير البروتوكول إلى أنه يشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية وأيضا مزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها عن 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي دون الحاجة إلى إجراء فحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص وتم السماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري يشمل ذلك غير المطاعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم أما فيما يخص دخول الحرم الجامعي لغير المطاعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم فيكتفى بالفحص المخبري حسب نظام المرور الأخضر كذلك تم إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة حرارته بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية أيضا تم إلغاء مسافة التباعد الجسدي داخل المنشآت التعليمية وتركها لتقديرات كل منشأة تعليمية هذا ويطبق ذلك أيضا على جميع الحافلات نود الإشارة إلى أنه سيتم الإبقاء على إلزامية لبس الكمام داخل الأماكن المغلقة ويتاح خيار التعلم والعمل عن بعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد 19 وأيضا ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي عليهم والتزام وتم إلزام كافة سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمام وتعقيم اليدين السيدات والسادة لمسنا في الفترة السابقة مدى تضافر الجهود الوطنية من قبل كافة الجهات المعنية وشاهدنا جاهزيتها واستعدادها لمواجهة كافة التداعيات بكل احترافية ومرونة وعليه نحن كمجتمع دولة الإمارات علينا أن نساهم في الحفاظ على هذه المنجزات والمكتسبات التي قدمها لنا وطننا الغالي ونعزز مفهوم المسئولية الذاتية لدى أبنائنا الطلبة لتكون عودتهم إلى مقاعد الدراسة آمنا شاء الله وذلك حفاظا على صحة وسلامة المجتمع كما ونهيب جمهورنا الكريم من أولياء الأمور وكذلك الكوادر التعليمية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها وتوعية الطلبة بها حفاظا على جهود التعافي والحرص على استدامتها إن شاء الله ختاما نتوجه بشكل جزيل إلى مجتمعنا التربوي وعموم المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين على التزامهم طوال الفترة الماضية ما جعلنا نتصدى للجائحة بأفضل صور التكاتف المجتمعي بإشراف ومتابعة مباشرة من الجهات المعنية في الدولة وكذلك بإشراف قيادتنا الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانيات للتعامل مع جائحة كوفيد-19 وكلنا أمل أننا سنتابع التزامنا هذا وتطبيقنا للتوصيات وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لنتابع حياتنا الطبيعية إن شاء الله حفظ اللهم دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا ودمتم بخير وصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا